بعد هذا الفاصل وأرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة السيدة المهندس صابر عبد الفتاح وكيل ودارة الزراعة ببنسويف برحب بحك بشمال صابر وأيضا أرحب الدكتور محمد طارق مدير عام الطب البيطاري ببنسويف برحب بحك بكتور محمد يعني الحياة من سعداء أنكم دايما بتشرفوني في البرنامج لمناقشة مشاكل المزارعين وحلها على الهواء مباشرة ونحن في انتظار أهلينا من ببنسويف علشان نتعرف على مشاكلكم وسط فصاراتكم ليتم الرد عليها على الهواء مباشرة يعني أبدأ مع حضرتك باش من تصادر نتعرف على الموقف أو آخر الأخبار بالنسبة للزراعة في ببنسويف ونبدأ بالقطن ومستحقات القطن وإيه اللي تم هل تم الصرف ولا لسه أولا بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة حضركم طيبين وأسرة البرنامج طيبة وأنا سعيد جدا بلقاءاتنا اللي احنا بنجيها هنا أنا زي ما وضحت أكتر من المرة أن البرنامج زاد نوع من الوعي عند المزارعين وقدرنا نوصل لكتير أو أن المشاكل الحقيقة ما كانتش بتوصل لنا يعني يمكن الحلقة اللي فاتت واللي قابليها ما كانش فيه مشاكل خالص لأننا أغلب المشاكل ترسلنا معها الحمد لله ربا دي ملحوظة على فكرة في جميع المحافظات بشمال الحمد لله الحمد لله ربا كل سنة حضركم طيبين ومصر كلها طيبة بمنسبة مولد النبي الشريف وبمنسبة عياد الميلاد ودائما يا رب مصر فيه أمان ودائما يا رب فيه تقدم بإذن الله إن شاء الله الحياة محافظة بمنسبة حين كنا زرعين 4459 فدان قطن السنة دي بفضل الله سبحانه وتعالى كان الصنف اللي عندنا هجيم مبشر اكسار وتزرعت المحافظة بالكامل وتم صرف المقابل النقدي لمحصوله الأطني للمزارعين اللي بنسبة بالكامل يمكن آخر مركز تجميع تم صرفه مركز تجميع الحمام وهو كانوا تأخروا في الأوراق والاستمارات فقط لغير إنما كل مزارعي بانسويف استلموا مستحقاتهم المقدم والنهائي أعتقد أنه بالنسبة للإكثار ما كانش فيه مشكلة لا 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 ما كانش عندنا مشكلة هذه كانت تعتبر ميزة لبانسويف جدا 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 ونتمنى التعاقدات بإذن الله في الموسم الجديد نتمنى التعاقد يسير على هذا المنوال ويعني إحنا بنقدم كل خدماتنا لجمعية ساق جمعية منتج اللقاتنا والشركة القفضة في حالة تعاقدها على أي مساحة في محافظة بانسويف إن إن شاء الله نسهلها كل السهل بحيث إن هي تستلم قطنها وتدي للمزارع مستحقاته إن شاء الله ده بالنسبة للأوراق بالنسبة للأمح الحقيقة من البداية أوي وفرنا التقاوي وخاصة من إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي إحنا وصل لحد الوارد حوالي 107 ألف شكارة الموزع 102 الرصيد 4179 يمكن يكون بعض مناطق في ناس بتفضل صنف معين بس الحقيقة إحنا الإمكانيات متقدرش توفر الأصناف بكثرة في منطقة مركزة معينة إنما كل الأصناف متواجدة وكل الأصناف بتجيب إنتاجها علي كل الأصناف اللي موجود وأنا بقى يعني نصيحة كده أشياء شوزين المزارع يتمسك بصنف معين رسالة كده بقى أجمع صنف فجاب إنتاجها علي فبيتمسك بي لا كل الأصناف الموصى بها بتجيب إنتاجها علي لأنها من إنتاج السنة اللي فاتت مباشرة يعني لابد إنه هو هيحصل منها على إنتاجها علي حتى كان فيه برضو بعد ناس بتصمم إحنا قدرنا نوفر لها برضو الصنف اللي هي عوزها إحنا زرعنا لحد دلوقتي حوالي 94 ألف فدان و700 إحنا بنزرع مستهدف حوالي 150 ألف فدان في منصيف أصناف مختلف 150 ألف يعني السنة اللي فاتت كنا نزرعين 149 ألف 222 يعني إحنا لسه حوالي 60 ألف فدان متأخرين لابنسوف بتشتهر بأن المزارعة ناصح شوية بيستغل الفرصة ما بين الصيف والشطو والمزارعة لمصر بصف عم الناصح بيزرع فصولية مثلا خضرة ويزرع بعدها البصل اللي أقدر عندنا بنسوف منتشر جدا وبيأخذ منه عروة واثنين وثلاثة قبل الأمح لا دا فيه جديد بقى في الموضوع من خلال المرور كده اللي اكتشفناه إنه كنا دايما زمان بنزرع البرسيم التحريش قبل الأطل لا دا بيزرع البرسيم التحريش قبل الأمح يعني تخيل مثلا يزرع برسيم التحريش دلوقتي ويحشه ياخد منه حشة واحدة وبعدين يزرع الأمح فحاجة هو بيستفيد والبطاطس كمان يعني عندنا مساحات كتيرة يستفيد أكبر استفادة من الوقت من الوقت والمساح رغم أنه هو أجهد للطربة الفترات دي بتبقى كتفترات راحة بس نظرا للتكاليف ونظرا لغلو الإيجار على المزارعين فابتدوا يستغلوا الوقت بيزرع أكتر بيكثف الزراعة أكتر من محصول في وقت واحد بس التأخير في الزراعة دا مش يأثر على انتاجية الفدان هو بيأثر المسترع عندنا في الزراعة بتبقى واسعة شوية بيأثر بس هو برضو نقدر لقول لما نيجي نحسب اقتصاديا بالنسبة لجيبه اقتصاديا بالنسبة لجيبه لا هو العجز اللي هنا بيغطيهم من المحاصيل التالي طيب هنستكمل الحديث عن القمح لكن اسمح لي أن تقل الدكتور محمد نتعرف على الجديد فيه السر والحيوانية بسم الله الرحمن الرحيم الجديد بالنسبة عندنا بالنسبة للسر والحيوانية ان احنا في مدير الطب البطري ما زلنا بنقوم بكل الأعمال التي من شأنها بتقلل ظهور الأمراض منظمة التحصينات شغالة على أكمل وجه بالنسبة للحيوانات الكبيرة والاستعداد لموسم فصل الشتاء عشان انفلوانزة الطيور عاملين حسابنا برضو بالنسبة للتحصينات انفلوانزة الطيور والاستعداد الكامل لموسم الشتاء القادم بنكتشف يعني الحمد لله من شهر أربعة اللي فات لا فيش أي بقر كان لحد شهر الأربعة اللي عدك كلها خمساشر بقرة من ساعتها لحد اليومين دول ما فيش أي بقر بالنسبة لل خمساشر بقرة خمساشر بقرة في مركز معينة في محافظة بنسوف كلها على مدارة للمراكز السابعة يعني كل المراكز من شهر أربعة لحد الوقتي طبعا كانت أشهر صيف ما ظهرتش أي بقر كانت إيجابية ولا صلبية كانت إيجابية وعملنا لتحصين الحلقة حواليها والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نتغلب على الموقف يعني بس ده معشر ان احنا ناخد بالنا بقى طبعا ما عاملين استعدادنا يعني بكل ما نملك بالنسبة للموسم الشتاء الجاي وانفلونزا الطيور دلوقتي احنا شغالين تحصين الحضانات بالمجان ان الحضانات دي هي اللي بتطلع وبتفرخ بكتكوت هي المصدر اه هي المصدر احنا شغلنا للشغل دلوقتي ان احنا بنحصن الحضانات عشان ما تظهرش أي حالات انفلونزا طيور اعتقد دي تعليمات من تعليمات من هيئة بننفذها طبعا سعبتك تحصين الحضانات على مستوى جدا وبالمجان اه دي تعليمات من هيئة وبننفذها بالزبط يعني يمكن كان في حاملة بنسويف من رابط دكتور طارق اه اللي هي كانت جاية من مركز بعوسي كان ده كان مع تنسلات الهرم ايه اعمل عندنا قوافل اسات زيت مع تنسلات الهرم ايه جات عملت عندنا قوافل في جميع مراكز بنسويف اه بالذات عشان العلاج العقم والتنسليات وبيتجيب نتاج هيلة جدا عندنا دي كانت حاملات من نظمة ما بين بقى المركز التنسليات وما بين المدرية وما بين المدرية وما بين المدرية ومراكز مركز بحوظ زراية اه فيعني عايزة اقول لحارتك احنا الوقت بنساعد الموسم الشتاء الجاية عشان انفلانسة طول ده والشغل الشغل اللي نحن اما بالنسبة بقى الحيوانات الكبيرة اه مازلنا برضو مازلنا الايام دي شغالين في التحصينات اه بالنسبة لتحصينات الحمى القلعية والجلد العقدي شغالين فيها كواس او اوي اوي و اه كل اللي احنا بنعمله عشان نمنع حدوث او ظهور اي امراض طب هل حصل تطور في الثروة الحيوانية في بنساعد الموسم يعني مثلا منذ سنة منذ ستة اشهر يعني منذ وقت قريب افتتاح لوحدات بيطارية جديدة اه فيه افتتاح لأحد الوحدات البيطارية وبالتالي كده عددها اربعة وثمانين واحدة على مستوى المحافظة عندنا وكل الوحدات دي كل واحدة منها بتقوم بالاعمال من ناحية الرعاية والعلاج من ناحية التحصينات من ناحية الصحة العامة كل واحدة منوطة بالعمل اللي هي مكلفة بيه بتقوم بي على اكمل وجه يعني هل عدد الوحدات ده كافي لتغطية المحافظة بالكامل؟ والله تعتبر كافي واحنا في صدد المزيد من افتتاح الوحدات الجديدة والله عشان تغطر خدمة اه عشان تغطر خدمة ان المزارع الوحدة البيطارية بعيدة عن القرية بتاعته احنا عندنا بمعدل كل واحدة كل واحدة بتخدم حوالي ثلاث اربع بلاد حواليها احنا بالحل المشكلة دي ازاي بقى بنحاول بقدر المستطاع ازا كانت القرى كبيرة محيطة بالوحدة البيطارية فالدكتور البيطاري بنعمله زناءة في المنطقة القريبة بحس ان المزارع مايروحش المشوار ده مش مشوار كبير يعني يتحرك وبيروح للمنطقة دي وبعارفين مواعيده وبيقابله فيها بالاضافة ان احنا عندنا واحدة بيطارية اللي افتتحك جديد دي في قرية الحرجة دي ضمن القرى الاكثر احتياجا ودي كانت تبرع اهالي وبنوها الاهالي برضو الحقيقة وكان اهتمام المحافظة بيها كبير جد يعني يمكن احنا كنا فيها الاسبوع اللي فات البراب واحدة الصحية والواحدة البيطارية ووجمعية زرعية في الأهالي قرية في الأهالي القرية دي قرية اي دي يا قرية وقرية الحرجة في مركز ناصر قرية الحرجة في مركز ناصر احنا بتحييهم علي работы هو ده الانتماء هي دي المشاركة اللي احنا عاوزين لان الحكومة صعبة جدا يعمل كل حاجة صعبة جدا هيتامل كل حاجة لكن خلينا نتعاون مع بعض من اجل الصالح العام يعني المقارية تتبرع بمكان لوحدة بيطارية ووحدة صحية وجمعية زراعية ده كلام رائع احنا بنحييه مع الهوى نتمنى كل الكرة تحذو هذا الحم لأن احنا عملنا تطور كمان في قريتين تاني عملوهم المصانع الاستثمار هو مناطق الاستثمار في محافظة بن سيف اللي هي قرية النوميس وقرية حاجل بن سيف طيب يعني انا انا هاجل حضرتك بس بعد اذنك استكن الحديث مع الدكتور محمد فمن ناحية زي ما قلت لحضرتك استعدنا كويس او او بالنسبة لانفلونزة طيور ماشيين بالبرنامج التحصينات بالنسبة لحيانات الكبيرة عندنا برضو خبط التطوير المجازر ويمكن بالمناسبة دي انا بقول لحضرتك الدكتور طارق النهارضة اعتذر على انه يجي انه كان بيفتتح مجزر جديد المهارضة ومع السيد المحافظة يعني لسبب عدم اجيء المهارضة فاحنا من ناحية ناحية بنطور المنظوم مجزر آلي مجزر نصف آلي في قرية داشتون يعني بنسوف الكامل ما فيهاش مجزر آلي عندنا مجزر نصف آلي في مدينة بنسوف وده التاني يعني مفيش مجزر آلي كامل يعني ليه ما يبقاش في كل محافظة على الاقل فيها مجزر آلي احنا بنأمل ذلك ان يكون عندنا مجزر آلي يعني ايه المعوق يا بكتور محمد السبب يعني تكلفة والاماكن والحاجات دي تكلفة بس تكنولوجيا حديثة وحاجة مطمئنة في طريقنا احنا برضو أحب أقول لحضرتك الجيش بدأ يطور منظومة المجازر كلها فيمكن ربنا يسهل يكون من ضمن التطوير انه يعمل مجازر دي آلي احنا بنأمل ذلك يعني يعني ممكن تطوير المجزر نصف آلي اه هو المبنى جاهز والأدوات جاهزة بسه يطوروا من نصف آلي لآلي يعني وربنا يسهل طيب بالنسبة ليه تحصنات ايه باشر المتوفرة متوفرة كواسة قوي مجرد ما بناخد عينة اشتباه وبنبعثها المعامل المركزية في القاهرة بنبدأ تحصين حلق حوالين البقرة دي بقطر تسع كيلو من كل ناحية حوالين مركز للبقرة نفسها ده بالنسبة للحوانات الكبيرة يعني تمام طيب باش مانصابر نرجع تاني بقى للقمح الاسمدة موقف الاسمدة ايه والله يعني مش عايز اقولك ان انا يمكن الاسبوع اللي فات ده كان عندنا اجتماع وطلبت من السادة مدير عموم الادرات ان يعملوا مناجدة في المساجد للناس تجي تصل في الاسمدة حالا عندنا تكدس للاسمدة في المخازن بشكل بصراحة غير عادي يعني دي نمرت واحد نمرت اتنين تكدس يعني عندنا ارصدة موجودة في الجمعيات لدرجة ان في جمعيات ابتدت تقول انا ما خزني مليانة مش هستقبل وارد طبعا لابد ان احنا نتحرك لان طبعا ده بيعمل عب مالي على الجمعي جدا وبندفع رمار يعني حاجة غريبة جدا المزارع شايف الاسمدة موجودة ما بيروحش استلم يعني انتو دلوقتي بتتحايلوا على المزارعين اه بنتحايل على المزارعين انا وصلنا للمرحلة دي طيب كويس بس المزارع يروح استلم مستحقاته يا جماعة ما ينفق انا بناشد من خلال البرنامج اهو بقول له كل مزارعين انا فاكرة المشكلة دي موجودة في محافظات كثيرة يعني انا بناشدهم اللي زرع امح يروح يصرف مقرره كامل والبصل والتوم الجمعية اللي فيها رصيد يسمح يصرف مقرره كامل واحنا بنصرف اصلا شكرتين من شهر عشر حد لاته من ستاشر عشر بنصرف شكرتين لأي بطاقة فاللي ما خدش يروح الجمعية الجمعية فيها ارصدها موجود واي مشاكل انا تحتاجها في جميع المراكز في جميع المراكز في ميتين واحد وعشرين جمعية على مستوى المحافظة مش هقول لك في جميع المراكز لكن لما بيكون في ازمة في الاسمدة لأ المزارعين كلها عملة بتجري على الجمعيات وهتصلوا بينها ومشكلة ومش لا يتسمع لا يا جماعة الاسمدة موجودة في جميع الجمعيات على فكرة في جميع المحافظات لكن احنا اللي قد بناشد ان المزارعين يروحوا يستلموا الاسمدة لان وجود الاسمدة في مخزن الجمعية عام لعبء مالي عليها فما ينفح اه طبعا الفايدة عالية اه وده هينعكس عليك هينعكس عليك في النهاية لانه ده عبء على الجمعية روح خد اسمات بتاعك وخزنه عندك اذا ما كنتش عاوز تستخدمه خزنه عندك لانه ده حقك وبس عايز اوجه النقطة هنا بس عشان خطر الناس بتبقى فهمة ان موضوع الاسمدة احنا بنتعامل مع الاسمدة على نسبة ازوت للنبات نفسه يعني على الكميات اللي هو محتاجة تطلع بقى يجي للجمعية يوريا 46% ماشي او نطرات او نطرات مفيش مشكلة او نطرات فيرمكس مفيش مشكلة يعني هي 3 يوريا او 5 نطرات او 5 نطرات الراسيد ده متوفر وانا بناشد كل مزارع بنسويف يقبلوا على الجمعيات واي مشاكل احنا تحت امرهم فيه انا بسهل كل كل المواضيع من 3 قريط ل4 قريط 5 قريط ل6 قريط بنسرف ما يعني يعني ايا كانت المساحة ايا كانت المساحة يتقدم بس واحنا نحلل المشكلة ونصرف وطبعا لو فيه جزء بيبقى لصالح المزارع وعلى فكرة احنا بنصرف من غير حصر احنا بنصرف على مهضر اثبات حالة يعني زرع النهاردة راية راية الزراع النهاردة يعمل مهضر اثبات حالة النهاردة يصرفت النهاردة ما باستناش حصر للحوط لا اللي زرع في نفس اليوم يصرف في نفس اليوم ماستناش حصر ده كلام كلام ده تعليمات واصلة لحد الجماعيات لحد رؤساء الوحدات لحد امناء المخازن ان الصرف يكون على مهضر اثبات حالة بالزراعة الفعلية ما تستناش حصر ما تستناش حاجة المزارع ياخد حقه الاول وبعدين انت ردت بورقك بقى وعمل ورقك براحتك بعد كده مفاش مشكلة بالنسبة ده كلام جميل نأمل ان شاء الله في موسم طيب انا بس في حتة كده بس نأمل برضو ان المزارعين يستعجلوا في الزراعة اه لان كده يعني احنا بنتكلم على ستين الف لسا نقصين على المستهدف في بعض المحافظات الرابط من المستهدف وبعضها عدى المستهدف اعتقد بانيسويف بانيسويف طبعا محافظة رائدة في الزراعة في جميع المحاصيل اعاوزين يعني المزارعين يشد حلوهم شوية السادة الشتوية اعتقد انها هتجيب المساحة دي لان احنا هنبدأ السادة الشتوية ان شاء الله من اول من نهاية الشهر ده يعني هم واضين دلوقتي راية عامة والسادة الشتوية هتبدأ من واحد واحد او من مساء يوم تلاتين اتناشر لحد يوم خمس تشار واحد فبرضو بنشدهم اللي مستعد للزراعة في دلوقتي راية عامة يجب انه يستغل الفرصة دي وان شاء الله يزرع عشان خاطر ما يجيش في السادة الشتوية اقول لي بقى انا عايز ازرع دلوقتي اه 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 يعني انا بس تبقى مشكلة عشان المايا عشان المايا طيب اه استاذ ما حضرتك معانا ولا المدخلات علي من بني سويك الو 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 ايوة دكتور ايوة تفضل ايوة دكتور ايوة دكتور اذا كلام الحج يصبروا النابلة والسماء اهو معاك على هوا بس اعلي صوتك شوية من فضلك ماشي باش معاك عم علي روحنا نصرف جلونا نصر شكرتل الفداء اه جمعية ايه جمعية بيبة باندر بيبة جمعية باندر بيبة اه خدت الشكرتل الفداء زرعت عم علي صور البطاجة صورنا البطاجة جلو الكمية التانية صور البطاجة عايز يعني شغالين في موالي السنة كلها واحنا مش فضيين اه انت عم علي عم علي انت حضرتك زرع ايه زرع جامح وزرع البصل وزرع ايه لا انت خدت الشكرتين الشكرتين اللي انت خدت على زراعة ايه على زراعة ايه طيب خدت للامح مقررة كامل لسه مخدتش طيب يا عم علي بكرة ان شاء الله روح الجمعية خد مقررة كامل وفيها رسيد على فداء جمعية البند كام طيب المقرر بتاعي اه كامل جل الجامح تلاتة يوريا او خمسة نطرات للامح دا ما عندناش نطرات يا خد يوريا خد اللي موجود يا عم علي تلاتة لوريا عمل بوالجامح هتقول للوريا انا عايز استهنى لما تيجي النطرات يا عم علي ما هيديزة ايديها حاج علي بيقولون انها تفيش يفان لا يا عم علي صحب عم علي احنا اه اما بنيجي نوزع للنبات نفسه احنا ليه بنيديك ده من ده تلاتة ومن ده خمسة مؤوليه لديك ده فيه ستة كل مية كيلو بس اسمعاني عم علي سمعاني جميع الية كيلو كل مية كيلو في وليوريا فيهم ستة واربعين الثلاثة وتلاتين كل مية كيلو فيهم تلاتة وتلاتين لذلك بينديك خمسة من الـ 33 ومية اما اننا اتحكم في ان المصنع يديني لطنا 33 للجمعية ويوريا للغمية دي محدش يقدر انتحكم فيها الحمد لله ان احنا عندنا متوفر السماد موجود يا حاج عالي السماد متوفر خده وضيف السماد بتاعت في معاده افضل من انك انت مضفوش طب احنا كلمنا الحاج محمود على اساس يدينا شكرة زيادة للجمح يخليها اربعة قالنا عند اجتماع يوم لاربعة لا يا حاج عالي ما انت ما تاخد زيادة ليه يا حاج عالي هو ليه طمع به هو المقرر حتى لو موجود وتخد بالك التسميت ازاي ده هيدر النبات وهيدر الارض اديني بس اسمك كامل يا عام عالي سيب بياناتك في الكنترول يا حاج عالي طيب سيب بياناتك في الكنترول في عندك مشكلة تاني ما فيش مشاكل تاني هو كده هنحلها لك حاج عالي حاضر حاضر الشكرة بكام عندك الشكرة ايه سعر الشكرة اليوريا تقريبا بمية جنيه والنطرات بخمسة وتسعين طيب اهلا بنتفع تاني مقابل مية وخمسة مية وخمسة عشان بتدفع عمولة الخدمة كل مرة هدفع عمولة خدمة كل مصر انت يا عم علي عم علي عم علي انت عدوا في الجمعية وليك مجلس ادارة عمولة الخدمة بيقررها مجلس الادارة انت حضرتك مع مجلس الادارة يا رب تعملوا جمعية عموية والجوة ما عندناش مشاكل دي ملهاش دعوة اسمع بس يا عم علي يا عم علي لو سمحت اسمعني لا يبني اشكرك حاج علي هو التليفون قطع عاوزين نوضح لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بالنسبة لعمولة الخدمة دي لتخص الوزارة الوزارة بتقول شكارة اليوري بمي جنيه لكن مجلس ادارة الجمعية بيقول بيحصل خمسة جنيه على شكارة خدمات او عمولة ما ظل انه بيعد خدمات للعضل ماشي دي تخص مجلس ادارة الجمعية ولا تخص الوزارة على الاطلاق ولا مدرية الزراعة على الاطلاق علشان بس نبقى عارفين ممكن بقى زي ما قال بشمون الصابر المزارعين يجتمعوا مع مجلس ادارة ويطلبوا ان عمولة الخدمة دي تتشال او تبقى اقل من خمسة جنيه وبعدين يا جماعة ما هي خدمات بتؤدى يعني يعني خمسة جنيه اعتقد مش مشكلة يعني مش مشكلة في السنة في السنة اه طبعا خمسة جنيه في السنة عمولة خدمة مش كتير عموما هي لا تخص لا 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 لكن تخص دي تخص الجمعية العمومية ومدرس الادارة بالزبط بالزبط يعني واضح هو الحقيقة واضحة انه مفيش مشكلة لا لا اسمدة موجودة وبس هو عايز واحدة زيادة عايز تلاتة وتلاتين احمر بدلاغدر كده عايزين نوضح للمزارعين بعد اذنك باشمون صابر الادرار الناجمة عن زيادة التسميد يعني انا لو زودت التسميد ايه اللي ممكن يحصل اول حاجة في زيادة التسميد اللي هما بيشكوا منه الرؤات ليه لان زيادة التسميد الازوتي بتؤدي الى زيادة النمو الخضري وبالتالي كسفة نباتية عالية وبالتالي يقوم الامح كله بيرقد ويجي يقوله الامح مش مقام للرؤات تم انت اللي عطيته زيادة انت خليته رخه هو متحدد له نسبة في مركز بحص الزراعية انا ادي له النسبة دي دي اول حاجة الحاجة التانية انه متهال العاقل يعني ما بيطلعش فلوس من جيبه يرميه في الهوى طبعا الزيادة بقى اللي هو بيحطها دي يعني هو مقرر له ثلاثة هو عايز يحطها اربعة طب المية جنيه الزيادة دي هتعود عليه بايه ما هتعودش عليه بحاجة دي هتعود عليه بضرر بضرر بالرقاء يبقى ضرر مادي من ناحية انه بيرفع التكلفة بتاع المحصول وييجي ما بيجيبش معاه دي نمرت واحد نمرت اتنين ان احنا بنعاني من الكسافة النباتية في الاراضي اللي هي بيزاد فيها الخصوب بالعكس ده فيها مكان بطاطس فالحين نصحة ما بتسمتش ما بتديش للامح سماد مكان البطاطس يعني يقولك اننا اعطت للبطاطس كتير فالسماد اللي في الارض المتبارد من البطاطس يطلع الامح علاوة على ان زيادة التسميد هتعمل مشاكل في التربة وتزود نسبة الملوحة في التربة صح او لا احنا بنقول ملح يعني حتى المزارة يعني بقوله الحاجات يقولك 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 شكرتين ملح صح ايوة اه يقولك شكرتين ملح صح انت بتزود نسبة الملوحة وبتأثر على الفونة اللي موجودة في التربة بتعمل سمية للارض وما ينفعش وفي نفس الوقت النبات ما بيستفيدش منها بالعكس يعني ممكن تصدد ضرر عن النبات يبقى انت بتصرف فلوس على الفاضي ليه ليه هو ده ده انا عايز اقول حاجة عايز اقول ان جدر الامح في التلاتين سنتي او خمسة عشرين سنتي السطحية انت النهاردة بتكسف التسميت في المنطقة دي وبتيجي تنزل الميا طبعا مفيش حوال في الامح عشان الناس تبقى عارفة يعني هو بقى جرد ما بيغطي الارض محدش بيحاول فيه مابينزلوش حوال يبقى اذن دلوقتي انت بتغطي المياه دي الزيادة دي هتروح فين هتدوب وتروح المصرف مع صناعات الصرف بالزبط هي هي يبقى غرمان في كل حاجة انا بوضح له الحاجتين اللي هم بيلمسوه والحاجتين اللي هم بيلمسوا جيبه وهو ده المهم ان احنا بنزرع اقتصاد احنا بنظهر على اللي هيخش داخلك داخلك هيخش منزرعة دي سواء كنت مالك او بقى عايز في الاخر يطلع لي عشرة جنيه العشرة جنيه دي تطلع ازاي اذا كنت تاني هضيف سمات زيادة وما هستفيدش منه وهيدرني في ان الامح ده يرقد يرقد بقى تعالى في تكلفة الحصار فدان الامح الرائد ضعف فدان الامح الواقف طبعا اكيد يعني لما بيجي العمال يتفعوا يقولوا لا 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 ده رائد ده لو كان بياخد ده بمئة جنيه ياخد ده بمئة وخمسين جنيه شفت التكلفة اللي زادت نتيجة انه هو زاد خطأ لا ارمي المقرر والهدافة طبعا للفرط الزيادة والإمكانية بتقله جر طيب دكتور محمد نتكلم بقى على امفلونزا طيور الاخبار والمزارة بتاع الدواج بتعاملوا معها ازاي بالنسبة لموضوع امفلونزا طيور زي ما قلت لحضرتك احنا بنستعد معنا جمال باني سويف هلو هلو فدل دكتور حال اهلا وسهلا يا عم جمال بتاع ميدوم يا عم جمال انا شرحت لك قبل كده وبعدت لك لجنة مرتين وقلت لك ان المنطق بتاعكم دخلة في الخطة الخمسية بتاع الصرف الصرف ده مش معنى ان احنا ناخد قرار فيه النهاردة لنفزه بكرة ده بيغضع لمزانين وانا اتكلمت مع حضرتك في دي وانا كنت لسه مع مدير عم الصرف مبارح في اجتماع واخدين خمس تلاف فدان عندكم كده بميدوم والهرم وصفة الغربية وصفة الشرقية واخدين خمس تلاف فدان هينفزوهم قريب ان شاء الله يعني انا اتكلمت مع حضرتك اكتر مرة وقلت لك ان احنا هنحط المنطقة دي في الخط وفيه كمان خمس تلاف فدان تاني في مركز باني سويف ان شاء الله خشوا السنة دي باذن الله طيب يا باشي انا عوضي بانقاذ يعني عجل الارض عجلة تعباني اه والله طيب ما في الخطة يا حضر يا عم جمال في الخطة ما فيش مشكلة والله يا عم جمال من ساعة انت ما كلمت ان المرة اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت واحنا رتبنا مع مدير عام الصرف هذا الكلام طيب الخطة دي طوية ما احشي على بيه ما انا ما عنديش فكرة عنها بقى ودناب يا عم جمال دي بتاع الصرف يعني دي خطة صرف هم بي انا بس بوجه ان المنطقة دي في حاجة انها تتحط في الخطة هم بيحطوها في الخطة يتوفر لهم الاعتماد المالي ببصد لا يوم جاين بينفزوا عنه بس انا يعني بطالب الناس لما ايدي يعني احنا عندنا مشاكلنا عم جمال ايه بقى اسمعني بس عم جمال اسمعني حضر يعني هم شغالين دلوقتي في بنيمون من الصف تراشين والمنطقة دي والله ساعة ما جموا اشتغلوا الفلاحين جموا اعترضوا ووقفوا الكركات ووقفوا قدامها ولما نشيل البانجر ولما نعمل قلت لهم حاضر وأجلنا لهم فاني برجو بس دي مصلحة عامة لما تيجي تطبق ما نحاولش نعطل الناس ونعطل الخطة ونعطل المولين لان يكون خطة زي دي بتوقف الأرض مش تغلون زي دي الأرض ماش محتاجة ينمع عندي الأرض محتاجة لا محتاجة الأرض اللي ضحوا له دي محتاجة مش مش حاجة Sens how much ب ماشي عم جمال واني نحن ناثمهم بناثمنا كمان الراش ماشي اه بالتحصين المفرخات او الحضانات زي ما قلت لحضرتك عشان نقضي على اي اه فيروس طالع بالنسبة للمزارع اه بنحاول برضو في حاجات ارشادية كتير قوي بنوعي الاصحاب البيوت نفسها والامهات في البيوت ان مش هنقدر نقضي على تربية المنازج اه مش هنقدر نقضي عليها وحنا مش عوزين نقضي عليها ما ننفعش نقضي عليها ففي دلوقت حاجات ارشادية قوافل ارشادية بتنزل اه بتوعي ست البيت ازاي تتعامل مع تربية الفراخ ازاي تبقى بعيدة عنها ازاي تلبس تفس خاص بالنسبة لدخول عشاش الفراخ اه متاخدش معا الاطفال فوق اه لما تيجي تتبع فرخة تعمل فيها ايه تتبعها ازاي وتحطها في كيس ازاي وتحطها في مياه سخنة كل الحاجات الارشادية دي احنا بنوعي ست البيت بالنسبة بقى للمزارع طبعا احنا عندنا حوالي بتوعيهم ازاي فهمت اه في قوافل التوعية بتبقى فيه قوافل بتنزل اه من مكوانة مثلا من الرائدات الريفيات وعندنا احنا فرق التقصي اه بيروحوا للبيوت وبيجيبوا ست البيت وبيقعدوا يتكلموا معاها اه عن طريقة ازاي اه هم يعني اتعاملوا ازاي مع الطيور وازاي اتعاملوا مع التربية التربية الصحيحة اه بحيث انها تتقي نفسها وتقي الاطفال اه خطر مرض انفلونزة الطيور دي بالنسبة للتوعية اه لست البيت او للتربية المنزلية بالنسبة بقى على مستوى المزارع طبعا احنا عندنا بنصف حوالي 521 مزرعة المرخص منها طبعا 30 والغير مرخص حوالي 491 بالله حاجة ده حاجة اه طبعا حاجة حزة ومعظم الغير 521 مزرعة المرخص 30 30 والغير مرخص 490 مزرعة مخالف في غفلة من الزمان وفي بعد الثورة في غفلة من الضمير في غفلة من الضمير كل واحد بدأ يبني مزرعة ويجيب فاشوة فراخ والاسم انها بقت مزرعة وبعدين ما هم كانش فيه عقاب ما هم بانوا وعملوا مزارع دواجن مخالفة ممكن يعملوا كوارث في الغفلة في الوانزة الطيور والسارة والدهجينة ببني سويل وما فيش عقاب بالرغم احدش ألهم حاجة بالرغم حضرتك من ان المزارع ده غير مرخصة الا ان احنا مش سايبينها برضو منتباحها من ناحية الفحوصات دايما والتحليلات واخذ عينات من هذه المزارع بالرغم انها مش مرخصة ولكن حفاظا على عدم انتشار المرض هل هم بيدفعوا خدمة مقابل بيدفعوا مبالغ مقابل هذه الخدمة والله ممكن ما بناخد منهم عينة على اساس لبعاتها بيدفعوا حوالي 250 جنيه على العينة في سبيل ان احنا بيقعد ما بيجي من المعمل ان العنبر اللي عنده او المزارع اللي عنده مفاش في انفولوانزة بياخد تصريح يمشي به في اي مكان ان هذه الدواجن خالية تماما من فيروس انفولوانزة ودي تبقى يعني 250 جنيه مبلغ بسيط بالنسبة المزرعة فيها مثلا 10 تلاف طائر وهل المزارع بتلتزم يا بكتور محمد بأمانة بعض المزارع بتلتزم بعض المزارع ما بتلتزمش لكن بعضها واعتقد الاكثر لا يلتزم بالزبط كده صح خلينا كده نكون واضحين ونتكلم بشفافية عشان نواجه انفسنا يا جماعة عشان نواجه انفسنا يعني نوضح السلبيات عشان نواجهها لكن مش هنزينوا الامور ابدا لا للأسف الشديد ما زالت المزارع المخالفة عاملة مشاكل وتعتبر بؤر بؤر خطيرة جدا لاستمرار استوطان مرض انفولوانزة في مصر للأسف وبعا ما فيش رادع ما فيش رادع للأسف الشديد يعني أنا خليني أستمرار